يا ابني انا من جيل العظماء تا كده يعني تفهى قوي ارجوك ما تلعبش بأعصابي اكتر من كده الغرور مقبرة الكتف لاني ما تصدعناش بقى اسلام ازايك عامل ايه؟ الحمد لله كل ساونت طيب انت طيب جاهز اللي هنعمله النهاردة ولا مش جاهز؟ ان شاء الله ان شاء الله ايه من انا فاكر اسمي بالعافة بطر كلهم بيقولوا كده في الاول ويجيبوا ويجيبوا اسكرو حلو جدا مش عارف ليه هنشوف احنا دلوقتي يعني اقول لك بسرعة كده ان اللي هيحصل الحلقة احنا عندنا كزا تحدي دلوقتي هتعدي عليه وكل تحدي هتجمع منه نقط وفي الاخ خلص هنشوف في السكرو بتاعك جبت كام في الافلام والحاجات دي كلها ماشي جامد في الافلام ولا؟ والله الى حد ما احنا هنسخل معك الاول كده بشوية اسئلة كده نعرف برضو انت بتحب ايه ما بتحبش ايه؟ اول حاجة افلام ولا مسلسلات؟ بص هو كان زمان افلام بس مؤخرا بقى مسلسلات بالذات الحاجات الاجنبية ايه اكتر فيلم بتحبه مصري؟ اكتر فيلم مصري ممكن النظر والرقصة والسياسي اوكي ميكس على عجب يا عيبات ميكس كده رايح كده جاي اكتر مسلسل ممكن ما تزهقش منه برضو ستحب تشوفه اطوال لا انا عايش في جل باب قبل اكتر ومثل بتحبه؟ برضو سؤال صعب طب لو قلنا اول ثلاثة مثلا؟ لا انا اقول لك ثلاثة يبقى الرابع مثلا بنعايز يجيبني لا 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 يا عم طب اكتر مسلة طيب مسلة يعني بص ممكن اقول لك من القدامة وهقول لك اتنين سناء جميل وصوهير البابلي بحيث ان هم عندهم يعني شخصية فنية مميزة ومش شبه حاجة طب انت فاكر افلام ليهم او حاجة؟ سناء جميل بحبها في كل حاجة احبها حتى في اللقاءات يعني انا ممكن اعجيب لقاء قاعد استمتع بالست دي ورحلتها وتجربتها وطريقة تفكيرها في الحياة وصدقها احد الوقت هي انا ابدأ اول جولة جاهز؟ اول جولة هي ميكس بين الاسئلة والإفهات هنديك شوية لعبة كتف لام تفضل ابدأ بقى يعني جاوب على الاسئال الموجودة في الليكور دي كل سؤال هتجاوب عليها تاخد بوينت احمد الساقة كان شغال زبط في فيلم ايه؟ طايمورو شافيئة عزة تابعوف كان فيه تعبان على كتفه في فيلم ايه؟ الرجل والأبيض المتواصل جامد والله دي سؤال صعب ماجد الكدواني كان رسام في فيلم ايه؟ حرمية في تايلند مجازين مجازين امت متجننينش لا مش فاكر اللي بقى بي حزم صوته حلوة قوي يا أنيسة غادة حب البنات خمس مناظر اتنين بقى ميس النوم وتلاتة ملط ده فيلم ايه؟ ايه ده جامد؟ اسكت بقى ما فيه واحد بقى ها كده خلصنا اول جولة نخش على الجولة الثانية اوكي في الجزء الثاني ده هنختبر فيه القزم الموسيقية بتاعتك حبيني الجدية بتاعتك أيضا ما احنا احنا مصابقة خلي بالك الأسئلة وفي الـ بص احنا مصابقة شارسة جدا والمنافسة شارسة بجد خلي بالك ما توقفرنيش بجد خلي بالك شوف ترتيبك أصلا ده بجد ده فيه ترتيب وفيه حاجات يبقى طبعات الاول هبقى جامد بقى اول حاجة معانا موسيقا تسورية من فيلم هتقول لنا بعد ما تسمع الموسيقا هتقول لنا الموسيقا دي من فيلم ايه؟ بس انت هتمسك المودة اللي جامبر ده اوكي وهتشغل الأغنية اعمل كده اه لما تقص عرفتها عرفتها صورة الكوكا زيت قدام عيني على طول محطة مصر طب جامد والله كريم عبدالعزيز والله جامد نخش على بعده اللي بعده هتبقى أغنية من فيلم هتقول لنا الأغنية دي من فيلم ايه؟ لا لا عرفت بس انا عرفتها بقعد والله جواز بقرار جمهوري صحفة والله جامد ده عمان تورك و هني رمز كده احنا خلصنا اول اتنين فاضل اخي واحدة يامني انا من جيل العزماء والله العظيم جادت معنا مشهد دلوقتي هنشغلهولك وانت قلنا المشهد ده من فيلم ايه؟ مبروك ايه؟ دي غالية اوى لا غالية ايه هناخد منك تستعيني معاك وانا قصطلك البيت وارات عكاك كل شوان والله ما ارختت حضر لي عقل يا ابني لا اوشو في النصير لا يا اوى على الاميس اللي انت لبساه اميس ايه؟ ده بضو ده بضو ده بضو ده ده فيلم ايه? اعتقد مسجون ترانزيل جامد قوي يا عزيب جامد 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 عزي حبيب قلبي لا والله عزيب جامد قوي لو انت قفلت الجولة التانية كده احنا خلاصنا الجولة التانية انا مش ببقى عارف ده مدحو ولا زم ده كده يعني تفهق قوي يعني ما تعرف كل ده بالدقة دي ده معنى انت انسان يلا تمام هو ده اصل ان اهدفنا في الشو انا اتربيت على فلام والفن فده اشيط طبيعي طيب الجولة التالتة فهم دي بقى خلي بالك فيها كويس قوي رجوعك ما تلعبش بأعصابي اقتربتها بجد ده جو كتف لم نفور انت محتاج تايم هنمسك لك تايم ستوب ووتش اربعين ثانية خلي بالك ميش تجاو في يوم اجابات صحة وغضلة انا نقول لك شوية اسئلة وقلنا صح ولا لا السؤال الاول نمسك تايم هيني دي كان الاول على الجمهورية في الفيلم السعيدي في الجامعة الامريكية صح احمد تساق نط من فوق الكبري في فيلم افريكانو لا كايم عبدالعزيز ريكي بقاطل في فيلم محطة مصر اه مها احمد كانت عاملة بغبغان في فيلم باش ترميز اه خالد الصاوي كان قاضي في فيلم محامي خلق لا غلط خالد صالح ماشي عاد الى ايوم كان عنده خمس ايال فيلم التجربة الامريكية اربعة صح احمد الاهلال كان بطل العلم في فيلم حلم العم اه لا انت غلطت في اتنين بالزبط اخش على اللي بعدية اللي بعدية بقى مفهودة هتبصها على الشاشة باستقول ما نقولك يعني هيبقى فيه شوية مشاهد صور موجودة على الشاشة هتقول لنا المشاهد دي من فيلم ايه ماشي حلو جدا ماشي بوضو بطايمة تحولت صورة ماشي ماشي متغريت فوقعت المرض الغرور مكبرت الكتف لاني اه الحرب العالمية التالتة حرب العالمية التالتة ماشي ماشي اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم قوط فراغ ماشي البنات وسط البلد صح افريكاني ماشي صح كان اللي كان بتاع احمد عيد واحمد رز لا هاني سلامة هاني سلامة في الاكاديمية آه ازاي تخلي البنات كرتبك صح ايوه ده سامير وشاير وبهي السلم والتعبان اللي بعده اللي بعده يلا الأرمود اسمه ايه اسمه ايه اسمه ايه اخي واحدة ده اقول اسمه معلش احنا بنتبهدل ايوه بنتبهدل ايه الاسم ده ماهو ما عايش ابدأ احسابها لك احسابها لك خلاص كده احنا خلصنا الجولة التالتة مش طيب انت يعني نقصت في تلاتة مثلا او اتنين هنشوف الاسكوفر انا كده وصل في حتة كويسة اه كويسة والله لاش انتقبت اصلا التلاتة اغاني والموسيكة مين سابقني؟ متال يوسف اصمان ناش الفكرة الربعة بتاعتنا فكرة الربعة بتاعتنا هنعرضلك بوستر على الشاشة وهنديك مجموعة صور تحاول تقول لنا او تطلع علينا من الصور دي اللي الموثلين هنمثله في الفيلم ده عموما تاكر الفيلم ده اه هنديك مجموعة صور بقرق عمد الله ماشي 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 كم صورة كده يقول لنا ادي لنا بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ده يعني بص يعني بص هنشوف طب قررين اول صور كده معنا ازعين طب فاكر اسم ايه في الفيلم كيكنا انت عمش تاخد يعني مش تحسب لك كوين صحيح ما اصدعناش بقى ما اقول لك بس انت عايزين يفتاكر اسم بس مونزاكي و احمد حلمي كانو ديوب صرف في الفيلم صح جام ما دخلوا المطعم والقص تلاتة تلاتة نيكول سابة راجل ده بقى في عايز من جاية امنية دي غلطة ماشي احمد حلمي ماشي ماشي ده اللي هو كان يعملوا من الاكل ابنه ماشي ابو حانا فيه ابنه ماشي سبعة ابنه ثمانية اخي واحدة مين تمام تسعة طب حلو حلو النصيب كيف انا ارضيت بالنصيب كيف مجهودي ودلوقتي خلصنا اصلا كل حاجة منحتاجين دلوقتي فيه سؤال بونس ممكن يفيدك ممكن ما يفيدكش سؤال من ملك احمد زاهر كانت بتقول احمد زاهر كان اسمه ايه في فيلم بيليا والدنغلة عالية تفاكر انا لا افتكر اسماء ايه لا افتكر اسماء ايه افتكر اسماء الناس بالنصيب صعبة ايه ماذا يراه ماذا يراه هاني كامل يوسف لا اسمه سولاسي لا ايه صح ايه اللا ايه ايه كان اسمه هاني بيل زلانير اخدت البونس خدت البونس اخدت البونس نعم عشر احنا فلصنا اسلام من بصبته اللي يعني رب العحلات من عجبتك قللي انا اطلعت كامل يعني هنشوف الى اخر موضان هنشوف كل ديوف لما تيجي تسجل معانا واخر موضان بعد نشوف الترتيب بتاع كل واحد يبقى عامل ايه فاتتت تتوقع ان تتجبت كاما انا عملت قدية حلوة انا غلطت غلطتين ثلاثة اوه فود تطلع مثلا من الاوائل شكرا جدا لك في الحلقة وابدتوا عجبتوا شكرا باي باي ودلوقتي مع سؤال بنبور هاني سلامة كان عنده جيتار في فيلم ايه اذا ما عارفين الاجابة قلونا في الكومنتات وما تنسوش تعملوا فولو لايك وشيب وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس والحاجات الكتيرة شكرا باي باي كدف كدف كدف